نروح لتصرحاتنا بعد هذه المواجهة مواجهة المغرب وكرواتيا وليد الريك راجي المدير الفني للمغرب قال لو أخبرتني أننا سنلعب سبع مباريات في كأس العالم كنا سنفرح لكنني الآن أشعر بسعادة بالغة كانت نسبة فوزنا في كأس العالم هي 0% ووصلنا إلى نصف النهائي بعد الفوز على أكبر المنتخبات إن شاء الله في 2026 هتكون هناك خبرة أكبر وهدفنا هيزيد على ما وصلنا له الآن لكن ذلك سيتحقق فقط بالعمل الجاد أما بدري مالون لعب المنتخب المغربي فقال كان هدفنا لعب النهائي والفوز باللقب ولم لا خاصة بعد الأداء الذي قدمناه نشكر الجماهير العربية على دعمها المستمرة لنا لقد مررت بفترة في منتهى الصعوبة ولم أتوقع أن أصل لهنا لكن أشكر وليد الركراكي اللي جعلني ضمن هؤلاء الأبطال الذين شرفوا المغرب هقف شوية عن تصراحات بدري بنون أنا شفت تصراحات بدري بنون بعد المباراة وشفته أهوابك وبدري بنون سيبك أنه كان موجود في مصر ونعرفه كويس مع النادي الأهلي والعيب محترم والعيب مهزب والعيب قوي والمدافع الكبير بس بدري بنون مر يا جماعة قبالك ما تسلطش الضوء عليها بشكل كبير بس مر بظروف صحية في منتهى الخطورة العام الماضي مشاكل كبيرة في القلب مشاكل كبيرة في مضاعفات كان عنده كورونا وبعد كده جات له مضاعفات في القلب والتنفس عمله مشكلة صحية كبيرة كي يتممكن ممكن على الأقل يعني ربنا يحفظه ويحميه تخليه بقطة الكورة بس يرجع تاني يلعب وينتقل لفريق القطري من النادي الأهلي وينضم للمنتخب المغربي في هذه النسخة الاستثنائية للمنتخب المغربي والمنتخب وأي منتخب عربي في كأس العالم فده كرم كبير من ربنا ليه بصراحة وهو يستحق أنه يكون ضمن هذه المنظومة فتحية لبدر بنون وتحية لرفاق بدر بنون في المنتخب المغربي أنا حقيقي لامس ده من بدري يعني أصلا أول مواليد الرجراجي حط بدر بنون في قائمة المنتخب المغربي الكأس العالم قلت ده موقف عظيم من وليد الرجراجي أكيد هم مش موقف إنساني بس أكيد موقف فني وإنسان مشاركات بدر بنون ما كانتش كثيرة في هذا المنديال ولكن الدقائل اللاعب فيها كان لعب جيد وبيلع أخطاء وقدم مباريات جيدة فكرم عظيم لربنا الموضوع حلو كله على بعض الصورة بتاعت المغرب كلها على بعضها حلوة بالإنجاز بالأمور الإنسانية بالأمور الشخصية بمواقف اللاعبين مع أسرهم والسوار اللي كنا متشوفها في أبعاد كثيرة جدا في وصول المغرب لهذه المرحلة إحنا خرجنا بيها من المنديال بساطتنا أداء فني رائع جدا في الملعب وأداء نفسي ومعناوي كمان كان خارج الملعب عظيم جدا أنس الزرزوري أو أنس الزروري لاعب المنتخب المغربي قال بعد المباراة شعرنا بفخر الجميع بنا ليس فقط الشعب المغربي بل كل الشعوب العربية نشكركم على دعمكم المستمر الذي كان يصلنا من كل صوب وحد أما لوكا مودريتش لاعب المنتخب الكرواتي أسطورة كرواتيا أسطورة كرة القدم العالمية فأفل الباب تماما حول التكاهنات حول اعتزاله كرة القدم واعتزاله اللعب الدولي بعد كأس العالم وقال نصا لن أعتزل اللعب الدولي حاليا مازال أمامي كأس الأمم الأوروبية 2024 وقال كمان إنها المدلية الثانية على التوالي ده يعتبر أمر خاص للغاية بالنسبة لنا لقد حققنا تطورا كبيرا في العشرين سنة الأخيرة والآن يجب التعامل معنا كقوة عزمة في كرة القدم العالمية أنت كوة عزمة لوكا مودريتش كوة عزمة لوحدة طبعا منتخب الكرواتي طبعا منتخب محترم جدا بس لوكا مودريتش استثناء أقول لكم حاجة ورزا الله يعني أنا بعتبر أساطير الكورة في آخر كام سنة أساطير الكورة في آخر كام سنة يوني الميسي وكريستيان ورنالدو وساليسهم لوكا مودريتش أنا أتكلم على سبات مستوى سنين طويلة أسطورة مع ريال مدريد أسطورة قبلها مع توتنهام كان رائع مع منتخب كرواتيا بيوصل معاهم فينال كاس عالم البطولة الماضية ويوصل معاهم لبرونزيت كاس العالم البطولة الحالية أسطورة أسطورة بكل معنى الكلمة يعني لاعب وسط ملعب استثنائي بكل المقايز أسطورة